شكى طلاب مدرسة فاطمة العاقل المكفوفين بمحافظة أبيان وإدارة المدرسة رفض مدير مكتب التربية بمديرية خنفر ومحافظة أبيان تعميد وختم شهادات الطلاب لهذا العام وكانت شهادات الطلاب تعتمد ويتم التوقيع عليها منذ تأسيس شعبة المكفوفين والمدرسة في العام 2013 من قبل مكتب التربية والتعليم في المحافظة وخلال الشكوى قالت مديرة مدرسة فاطمة العاقل أنهم تفاجأوا هذا العام برفض تعميد وختم شهاد الطلاب المكفوفين وإلى الآن الشهادات لم تسلم للطلاباء مؤكدة أن الإدارة تجهل سبب رفض ختم شهاداتهم ونشدت مكتب التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة بالنظر إلى وضع الطلاب كذو احتياجات خاصة وشريحة مهمة في المجتمع لها الحق في التعليم اشتركوا في القناة